نسأل لك في المجتمع ديالنا عدنا التقافة ديال هدك العناية والاهتمام بالموظفين أو ليس لغياء في مقار العمل ديالهم نقدر نقول لحسب التجربة ديالي في شركات أو في الإدارات نقدر نقول لك بأنها متبينة ماشي بحل بحال دي بلوز ان بلس ده انتربريز دي باس انكانسيونت دي بيانات دي بلوز ان بلس ولكن مازال مازال واحد لعداد كبير ديال الشركات المغربية وللإدارات المغربية اللي ما كزا يسم بهاد الموضوع هذا نقدر نعطيها لسبيل المثال في بعض الشركات اللي نقدر نقول اللي عندهم قل من عشرين عام مثلا بدينك نلاحظوا بأن أولات في استراتيجي ديال المثيرين نهتمو بالأجراء ديالنا ونهتمو بموظفين ديالنا قد ما كانوا هما مزيان قد ما غدي يخدموا مزيان وقد ما غدي تعاونوا مزيان بانسور هدي مسألة سهلة فشتكال ولكن مش كان بغون نشوفها في التطبيق كالقاو بعض الصعوبات أولا نخص متان الشركة وللإدارات تكون خدمة مزيان صدير المنتوجية ديالها والإنتاجية ديالها كافية باش باش تغطير أيني باقدانت هدي اللول دونك خصت تكون كتخدم بزيان تانيا باش نشوفوا مثلا بعد لسكتور في هذه الانترپريز اللي خصت تكون فيهم لكرياتيفيتات العب الساف مثلا بحل الميدان ديالكم ديال لديالوديو فيزيول أو ديالشي خص الإنسان يكون مرتاح خص الإنسان دكتضروف اللول دباز يكون مدمنا مثلا لسالير يكون الامبانسة تكون العلاقة بين الناس اللي خدموا معنا تكون مسيانة و بانسير قدما كان هاته دروف هذا على حساب دراسات الجميع قدما كان هاته دروف متوفرة مزيان قدما لابدوكتفيته أو لابدوكتفيته كتطلع دروف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة